مش سنة تقرير كهربا هيدفع مليون دولار وفوائده ولا لا وبعدين هو نادي الزمالد كان طالب في الدعوة دي 9 مليون يورو واقف اللاحب كون المحامي الإيطالي يوصل 2 مليون دولار هنشوف تقريره هيغتفيه ايه عشان ننفذ الحكم هم مليون ولا 2 2 مليون على النادي قفيس برتغالي وكهربا هنشوف على قهربا هيدفع المليون دولار بفوائدهم ولا قفيس اللي هيدفع 2 مليون دولار ولا قهربة اللي هيدفع لكي مليون دولار ولا مناصفة بين النادي ايو بس الحاجات دي معروفة مسبقا يعني قبل ما قهربة يدفع للأهل والله يا فندمي القضية كان معروف كل السيناديو ده القضية اللي مسكها محامي فلازم نحتلم وجهة نظره بالتأرير اللي هيبعاته القهربة والهيئة الدفع الأهل مش طرف في هذا الموضوع لا 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 الأهل مش طرف خالص مش هيدفع الأهل خالص الأهل مش طرف خالص في الموضوع كون بقى أن الأهل يدفع لكهربة من العقد أنا بتكلم من الأهل مش طرف في الحكم ايه لأن الأهل تلع برى الأدية لا أنا ما اتكلمش للأهل طبعا مش طرف في الحكم لا هو الكهربة لاعب في النادي الأهلي بالصبع يعني ممكن ياخد فلوس من عقده مش الكلام ده والد طيب هل ممكن الزمالك يلجأ إلى القضاء المدني ويحجز على بص أنا حمل الكلام عن الزمالك النادي الزمالك هو يقدر يتكلم عن نفسه لا مش قصدي أنا بكلمك أنا بكلمك استشارة قانونية لا ما قدرش أقولها لك لأن كهربا ينتظر برضو عيد لحضرتك تأرير المحامي الإطاري اللي كان ماسك الموضوع خلاص يبقى أنت لو في غرامات هتتدفع بزبط لو في غرامات طبعا تعظيم سلام الحكم طبعا لو في غرامات هندفع تمام